السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد من قناة Game On اليوم شاهدت لكم في بيديو جديد بسبب المقطع اذا انك تشترك في القناة وتفعل الجرس تعطيني لايك او ديس لايك حسب اذا عجبك المقطع او لا في حالة جدا مهمة حابني اتكلم عنها قبل ما نبدأ في المقطع واللي هو واللي هو الفعلاً Tower of Fantasy مملة والمحتوى تبعها هيكون الو Dead End يعني هتوصل لمرحلة انك تميل من اللعبة ومتلق شيء ثاني جديد انك تعمله ببعض الناس فاهمين لعبة Tower of Fantasy خطأ وعم يقالنوها بلعبة Genshin Impact لعبة Genshin Impact لعبة RPG هي لعبة انت بتلعب فيها سولو ممكن انك تجيب معك صاحبك على العالم تبعك يختم معك اللعبة ككو اوب وتستكشف لعبة Genshin Impact الجرافيكس طباحها جدا خرافي ومناسب لأي لعبة انت هتلعبها لحالك سولو مثلها مثل ألعاب Souls لما تلعب ألعاب Souls جرافيكسها جدا خرافي بس لما تتكلم على ألعاب الممو اللي هي مثل Tower of Fantasy الجرافيكس طباحها بيكون أضعف والسبب انه هي لعبة عالم مفتوح مع عدد خيالي من اللاعبين ومن اسمها Massive Multiplayer اللي هو عدد ضخم من اللاعبين ما في أي لعبة MMO اللي هي جرافيكس جدا خرافي على حد علمي ما عدد Diablo 4 اللي حتنزل ان شاء الله على السنة الجاي او اخر السنة هاي هتكون على الانجين الجديد واللي هو الانجين 5 من Epic Games وهنيك هيبدل جرافيكس الخرافي لانه انجين 5 كاح للمطورين من أشياء ما كانت متاحة بالانجينات السابقة وانت لو بدك تقارن لعبة Genshin Impact لازم نتقارنها بنوع من أنواع الألعاب اللي هي بتكون نفسه يعني Genshin Impact بتقارنها بألعاب التختيم Tower of Fantasy هتقارنها بألعاب MMO مثلا لو جبنا لعبة New World لعبة MMO وجبنا Tower of Fantasy هنقدر انه نقارن بينهم Diablo Immortal لعبة وكمان Tower of Fantasy لعبة MMO على الجوالات هذول اثنين فينا نقارنهم مع بعض اما انك تقارن لعبة RPG بMMO فهذا الشي غلط انا بقولكم Genshin Impact تتمتعب اشياء كتير حلوة واللي هي القصة الخيالية تخصيات جميلة ومتعددة بس لما تروح لعبة MMO اللي هي Tower of Fantasy فهي ما فيها هاي الاشياء بس بالناحية اخرى لعبة Tower of Fantasy فيها اشياء Genshin Impact ما فيها واللي هو عنا مضام البي في بي انت ممكن انك تروح وتقاتل مع الناس يعني انت لما تروح هون عند كلمة تشالنج تروح عند ابيكس ليجيو حتقدت انك تقاتل اللاعبين اخرين تفوت وتتقاتل وتتبعض وتشوفوا مين الاقوى منكم لسه في باتر رويل يعني PUBG بس على نظام Tower of Fantasy واللي هو انت حترسبن بمكان في العالم حتنزل تروح تستكشف العالم تفتح السناديق تفرم حيكون يعني خريطة من هالخريطات او الخريطة كلها مش متذكر وحتنزل بالمناطق هاي تروح تدور على اسلحة تدور على جير تدور على يعني كل الاشياء هاي اللي موجودة عندنا هون حتى الاسلحة اللي انت بتمسكهم بالاضافة حتى الموجودة عندك هوني هتلقاهم بالعالم بشكل عشوائي وتاخذهم وتعمل تبعك انت على حسب الاشياء اللي عم تلقاها بالطريق وبعد هيك بتتقاتلوا وبتقاتل الناس اللي قدامك لحتى يبقى منكم واحد وطبعا بنظام البتل رويال هات فيه سولو اللي هو انك تدخل لحالك او تدخل مع تيم اللي هو اربعة ضد فرق ثانية من اربع اشخاص هاي الاشياء مو موجودة بقينشين امباكت هي لعبة ار بي جي مو لعبة ام ام او اذا انت بتحب القصة بتحب التختيم بتحب العالم يكون لحالك محد يخرب عليك تفرم وتستمتع بالمناضر الخلابة انت اكيد هتروح على كينشين امباكت بس اذا انت بدك تحدي بدك انك تعمل بلدات بدك تضبط الشخصية تبعيتك لحتى تهزم الناس اللي قدامك بانت اكيد هتلعب تاور اوف فانتيزي انه هي لعبة ام ام او وليست ار بي جي انا ما عم اقول تاور اوف فانتيزي احسن من لعبة كينشين امباكت بس عم اقول لكم انه اللعبتين غلط قرهنوا من بعض الشي الوحي للمشترك باللعبة كينشين امباكت هو تاور اوف فانتيزي واللي هو نظام القاتشا او نظام البنارات واللي هو عند سبيشال اوردر تدخل وتسحب سحبات وشو هيطلع لك من الشخصيات يب هاد الشي مماثل جدا للعبة كينشين امباكت وحتى الرسومات فيها تشابه بين تاور اوف فانتيزي و كينشين امباكت بس النظام او سيستم اللعبة بيختلف بشكل كامل على سبيل المثال في شغلة موجودة في تاور اوف فانتيزي موجودة بكينشين امباكت واللي هو الون هوم في تاور اوف فانتيزي انت حيكون عندك خريطة خريطة هاي حتكون تقريبا بهذه المساحة حتكون اليك لحالك انت فيك تنتقل عليها عن طريق سفينة السفينة حتكون مرسبة هون بانجز او حتكون مرسبة هون تحت المدينة هاي حترسبة بمكان من هماكنة توقع بكل مدينة حيكون اليها مكان روسبون فيك تنتقل على جزيرة تبايتك هو بالجزيرة تبايتك هييا حتكون عندك فارمات ويخدم اليك يخدموك يفرمو لك موارد الموارد هي 있 فيك يتطور فيها الجزيرة او تشتري منها اشياء من الستور تبا على الجزيرة تبايدك او حتى انك تعمل كرافتينج او تصنع اشياء الي هي still talk with you تصنع ماتريكسس اس اس ار بالجزيرة تبايتك في لعبة tower كمفانتيزي العالم كله اليك بس ما عندك مكان خاص فيك بلعبة Tower of Fantasy صح انه عالم مفتوح هتلقى الناس كثيرين بس اذا انت حبيت تريح راسك من الناس حتروح الى جزيرة تبعيتك ومتاقل اذا فيك تدخل الناس التانين على جزيرة تبعيتك ضميتهم على التيم والاشياء هاي بس كل هذا هنعرفه بالتحديثات المستقبلية اللعبة Tower of Fantasy ولما يصير فيها لفلات اعلى بالاضافة انه لعبة Tower of Fantasy فيها لسه ايفنتات ما نزلت واحدة من هاليفنتات سباق يب سباق متل ما انتم تسمعوا فيك تروح عند الفايكل تبعك متل ما تشوفوا باللعبة Tower of Fantasy عندك انواع من الفايكلز فالمطورين قالوا ليش ما نستغل الموضوع هات ونعمل سباق سيارات فلهيك الواحد من المهم جدا انه يطلع الفايكلز اللي هو بده اياه مشان لما يبدأ ايفنتات السباقات في المستقبل يكون عاك الفايكل تبعك تفوت تسابق فيه وتورج الناس الفايكل تبعك هاي اشياء موجودة في لعبة Tower of Fantasy لسه ما نزلت وفي اشياء اكثر وايفنتات اكثر في لعبة Tower of Fantasy ما نزلت فاي واحد هيقولك انه لعبة Tower of Fantasy هي لمدة قصيرة وحتنتهي بعدين فهذا الشي غلط لعبة Tower of Fantasy فيها اشياء كتير لسه ما نزلت طب ليش برأيي لعبة Tower of Fantasy ما حتموت السبب هو قسم البي في بي 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 بلعبة Tower of Fantasy البتن رويل والواحد بواحد هاي العاب دائما احنا منلعبها وما منملها صح انه البتن رويل تبعه Tower of Fantasy ما بيشبهه للقناس بالمثال وبجي او فورتنايت هذو كالعاب شوتر بس احنا منحب الالعاب اللي ما فيها شوتينج اللي فيها اسلحة كاكين سيوف اللي بتشبهه العاب الساموراي او الحروب الصينية القديمة هي الالعاب بنمط البتن رويل جدا جميلة واكثر لعبة انا بحبها هي مولعبة بتن رويل بس لعبة موبا اللي هي موباي لجند فيها نظام انه عندك شخصية لها سلاحة وإلها اسلحتها ومهاراتها ونفس النظام بتلاقيه في لعبة Tower of Fantasy بس حتكون على نظام بتن رويل فاع ايه حت بقول لك لعبة Tower of Fantasy حت موت تقول له انت ما شفش شي من اللعبة واي واحد بيجي بيقارن Tower of Fantasy بقلن شنا ما باقي تقول له مقارنتك غلط كل واحدة من هالالعاب هي بفئة معينة واحدة RPG واحدة MMO وإذا بدك تقارن اي واحدة منهم لازم تقارنهم بشبيهاتهم وليس تقارنهم ببعض ممكن تقارن نظام الجاتشا ونظام البنرات لانه متشابه بالشي ثاني ما فيك تقارنه لانه كل واحدة منهم من فئة معينة بعيدا على الكلام هذا انا حبيت اتكلم عن نظام السيبروسر اليوم ليش لانه احنا خلاص وصلنا على فلاكليكس اسمح لنا ان نروح الجزيرة اللي في النص هون بس الجزيرة اللي في النص هون فيها جدا عالي لحتى تقدر انك تفوت وتعمل مهماتك وتفتح المدينة هاي لو تشوف المدينة هاي على فكرة ما فيها واحد من الابراج هاي اتذكر انه المكيف او الال اللي انت بتكلمه لحتى تفتح الخليطة موجود في منطقة ما هنا فيكاراج فيكم تروح تفتح الخليطة طبعيته بس لحتى تفوت على المنطقة هاي لازم انك ترفع عندك واللي هو الحماية كان برفع لك الهجوم والاتاقستات تبعيدك يعني فانت لازم توصله على اربعة فاصل خمسة تحديدا لحتى تقدر انك تدخل على المدينة هاي ولحتى تقدر انك ترفعه لاربعة فاصل خمسة لازم تكون بقوة تمنطعشر الف سي اس فاذا انت تعرف كيف ترفع سي اس تبعك او بقوة الشخصية تبعيتك روحوا بشوفوا شرح الاسلحة وشرح الدروع اللي عملتهم في القناة هذول الشغلتين راح يساعدوك انك ترفع سي اس تبعك لحتى بتقدر انك ترفل السي بروسوس تبعك وتوصل للاربعة فاصلة خمسة بس توصل الاربعة فاصلة خمسة انت هلأ جاهز انك تدخل على المدينة الكبيرة هاي وبتقدر انك تفرمها طبعا في عندكم موارد واشياء فيكم تحصلوا عليها لما تطوروا السي بروسوس عندكم شوفوا كل ما توصلوا واحد للاخر هيعطيك نوع من الماتريكس وحيبدأ بالSSR بعد فترة من هون فيكم بتجيبوا كمان SSR تبع شخصية شيرو ثلاث قطع انت بتحتاج قطعتين وبتجيب التالتة كمان اذا بدك والرابعة بتجيبها انت بقى من التفتحات وبصير عندك اربع ماتريكس لشيرو اربع ماتريكس لشيرو يعني اي جخصية عندك شيلدو بريكر هتقدر انك تحطو لها الماتريكس سيبسي وتكسيروا عندها افضل حتى تطوروها حتى تحتاجوا القطع هاي والقطع هاي جدا سأل انكم بتحصلوا عليها بتحصلوا عليها من الدنجينات اللي بتعملوها الروينز او انكم تشتروها او من العالم نفسه او فيكم تشتروها كمان من الكلان تبعكم على افضل واحد وكمان لما تخلصوا الايفنت هذا اللي اسمه بيغن فانتسام او الابس لما نروحوا لهون عند السيفين خنا ورجيكم اياها بالشكل الاشياء اللي بتطلعوا فيها الموارد هاي عنا اول شي واللي هو نتجول بالعالم الروينز واللي هي الدنجينات بعد هيك عنا بكلمة واللي هو الابس او اللي بيغن فانتسام نطلق عليها كلمة فانتسام لانه جدا صعب ان انا تقول الكلمة الاولى واي اشياء انتم فيكم بتحصلوا علي القطع هاي اللي بتطورو فيها سيفرسوس تقدروا انكم توصلوا علي المكان اللي بتكم ياه واللي هو المنطقة اللي في النوصلة حتى ننهي ابو القصة هاي ونبدأ نفرم الشخصية بشكل تمام لحتى نقدر نلعب بي في بي براحتنا ونبدأ نشوف مين هيكون اقوى واحد بالكلان تبعنا او اقوى واحد بين كل الناس هذا هو كل شي المقطع اليوم حبيت اني اركز بس على موضوع ليش لعبة تورو في فانتسي ما هتموت وانه غلطت قارنوها بلعبة كنشن امباكت وحبيت كما نتكلم عن نظام السيبرسوس لانه عارف حتاجيني ازئلة كثيرة عنه وليش ما حنقدر انه ندخل على المدينة اللي هون والردياشن فيها عالي فحبيت اشرح الموضوع هذا للكم بنفس المقطع هذا هو كل شي المقطع اليوم اتمنى ان يكون المقطع اعجبكم اذا اعجبك المقطع اعطيني لايك اذا ما عجبت ان تس لايب وسكتب ليه في الكومنتات ليش ما عجبها غلطة انك تشترك في القناة وتفعل الجهاز لحتى تشترك اشعارات في المقاطع مشروحات لاحن نزلها في المستقبل على لعبة التورو في فانتيزي وبنهاية المقطع بقول لكم في امان الله اشتركوا في القناة